ضمن فعاليات الاسبوع الثقافي العلمي لجامعة اهل البيت في محافظة كربلاء المقدسة والذي انطلق تحت شعار البناء المعرفي الرصين ضمان لمستقبل العراق نظم طلبة الجامعة بازارا خيريا متنوعا يذهب ريعه لدعم الاطفال المصابين بمرض السرطان اليوم الاول لافتتاح المهرجان الثقافي العلمي لجامعة اهل البيت عليهم السلام الذي اعتادت ان تقيمه كل عام والهدف من هذا المؤتمر والمهرجان الثقافي العلمي المعرفي الهدف منه برعاية طبعا بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الهدف منه الى اظهار قابليات ومواهب وامكانات الاساتذة والطلاب بحوثا وقضايا تجريبية باعتبار نحن لدينا مجموعة طبية كلية طب الاسنان والصيدلة والتقنيات الطبية بمختلف الاقسام تخدير وتحليلات طبية وبصريات فجهود الطلبة وجهود الاساتذة في هذه المجالات كذلك المجموعة الانسانية كلية العلم الاسلامية والاداب والقانون والتربية الرياضية الهدف منه اظهار هذه الابداعات وكما ترون المعارض والبراءات الاختراع والبحوث والكتب التي اولفت في هذه الجامعة من قبل الاساتذة السوق الخيري تنوعت فقراته بين معارضا للكتب والاشغال اليدوية وغيرها من المنتوجات فيما شهد مشاركة فاعلة من قبل الطلبة والكادر التدريسي ليشكل فرصة للطلبة لفسح المجال امامهما لابراز طاقاتهم ومواهبهم الفنية والعلمية اليوم اساسا اليوم الثقافي الذكرى اليوم الثقافي لجامعة اهل البيت حبيت اشارك بالبازار اليوم لان هو دعم المرضى السرطان يعني واي شخص يحتاج للدعم مشاركتي كانت كوزمتك اكسسوارات مواد تجميل اضافة لذلك يعني موهبتي يعني دعمتها برسم على لوحات الخشب بازارات فكرة كلش حلوة اول شي هي الدعم المشاريع البسيطة هاي وحدة ثاني شي البازار يخدم كل الفئات يعني مثلا اكو بعض الناس خروجهم يكون كلش قليل بالايام العادية للسوق فتوفير البازارات والمشاريع داخل الجامعة هذا شي حلو هاي وحدة ثاني شي قلت لك احنا يقاليها سابقا هي ادعم المشاريع ويرى مراقبون ان اقامة هكذا انشطة وفعاليات تحمل اهدافا انسانية تساهم بتحفيز الاخرين على العمل التطوعية وتعكس روح التكافل الاجتماعية بين ابناء المجتمع لاسيما من طبقة طلبة الجامعات والمعاهد من كربلاء المقدس معتز العبودي زاكروس تيفي